انا اعجبت لكم واحد للم والتي تبريمي يا الله جربتها غير هاد الايام هادو وعجبتني ونات الاستحسان ديالي الواحد درجة يتصور شراها خيال العلمي بخصوص نمشو الكلف ولا يتخاصو الحبوب وصفت لي لكوغ ديالي كامل وحتى الوجيه ديالي وهذا شي غربي مكوينين لهم الكوركم والخل وهذا شي اللي بنا سوف نخليه لكم يعني كما كتلاحظوا الان مقاطع ديالي فيديو النتائج ديال هاد جو ديال المكونات الهائلة الهائلة للتبييد الليادين للتبييد الرجلين للتبييد بين الفخدين للتبييد كما سنقولو احنا تحت الابطين يعني نتائج فعلا كذلك الكوعين نتائج هائلة بكل ما في الكلمة من معناه نتمنى انكم تجربوا هالكوركم معار وفعليه ما شاء الله تبييد علاج لتاش علاج تسبوغات نمشو الكلاف لتخاص الحبوب التجاعد كذلك يعني كيشد الجسم كذلك كيسفيه كيبيض وحليب فابتالي هاد المكونات والكوركم خاطر يالبناس كذلك فاش كيتخلط مع الخل كيو الوحد جو ديال المقادر كيعطونا واحد للموليس يتبري ما فعله تركه اكيد ان شاء الله غادي نزيدو مكونات تناوية ولكن دائما البساطة دائما دو الشعب ديالنا ولله الحمد يعني الامان والبساطة والفعالية واتشيلي كتسم به دائما القناة سديلي وديلكم لها وصفات الجمل مع الهام ما زالنا مستمرين ما زال الجديد كين وواضح وبين ان شاء الله نسونا عدلا فيديو ديالي الاستحسن ديالكم وان الاعجاب ديالكم بس بخلوش علي باللايكات ثم اللايكات اللايكات كتروا منهم البنات اشتركوا في القناة بالنسبة للناس اللي ما زالين ممشتركين شنو كتسمنا وضغطوا على زر الاشتراك وكذلك زر الجرس لكي تتوسروا بكل ما هو جديد خليوا لينا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات شنو بغي نشوفو في الفيديوهات المقابلة ولا الفيديوهات المجيه شنو المواضع اللي تبغوني نتكلم عليها او لا فيها اكيد اي موضوع اي سيجيبتوني نتكلم عليه او لا فيه فمع لي الا تلبية الطلب ديالكم جيكم باي حاجة حبيتوها ان شاء الله و يلا هم معي باش نتعرفو على مكونات المصفه و الطريقة ديال تحضر دياله وتريقة ديال استخدام والاستعمال دياله كذلك فكل ما قلنا البناس عدنا مكوناين ليهما الخل ديال المائدة الملون منسبة لهذا الخل ديال المائدة الملون زوين بزاف التبييد لوكه كي يبايض لك الجسم ديالك يرجعوا حليب غهوه متاخديش خلطفاح متاخديش خلبيض خلي هدها النوعية ديال الخل يعني خل المائدة الملون ماشي بنفس المهركة المهيم غير خل المائدة الملون كما قلنا البنات الثاني مكون هو الكوركم أو للخرقوم البلدي وما أدراه كما الكوركم الفوائد دياله والمزايا دياله ما شاء الله لا تعد ولا تحصى للشعر للجسم لا تبيض أسنان لا تبيض عدة سما ناطق في الجسم بالنسبة للكوركم طريقتي معاه أنا كان أخذه طازج معند العثار وكي طحنوا لي أمامي بتالي كان نكون هكذا عرفت أنا نخديس كوركم اللي هو طريلي هو مازال فخاش اللي هو مازال فعال يعني كين الفعال يديلو حاضره بقوة كذلك كما تقولوا باقي يعني في كل المزايا دياله وكل الأشياء الإيجابية دياله فالمهم نحتاجوا لبنات كيمية من الكوركم والخرقوم البلدي التي فوائده كما قلنا لا تعد ولا تحصى والبنات ما تنسوناش من اللايكات كما كان جو كان برعوكم في حال هاد الهميزات فهبطوا لتحت وفزلوا لفيديو باللايكات ومرحبا بكم وألف مرحبا بالنسبة لبنات المكونات التانوية اللي كنت قلت لكم أن بقتاجيهم معاكم ودائما بساطين وفعالين فأول حاجة خطيت لكم هنا الحليب المجفف كامل الدسم بالنسبة لهاد الحليب هذا فوائده حتى هوية لا تعد ولا تحصى فغنحتاجوا منه كيمية كذلك غتحتاجوا معايا لبنات كيمية ديال الطين الأبيض بالنسبة لطين الأبيض ركت بعند العطار كين ديال العبار وكين دياليس الشي ولكن صراحة أنا هنا كنصحكم بهذا يعني هد النوعية ديال طين اللي هي كتبع ديال العبار كنا نأخذها دائما كندير اللوكوغ ديالي وصراحة الفوائد ديال هون مزايدة لك تعجبني انتي لكن تتعجبك مثلا ذكي ديال ليس عشي فخودي ولكن اللي هنسحك أنا شخصيا نسحك ديال العبار كيكون أفضل وأحسن كذلك غد يتحتاج معايا إن شاء الله النشاء وميوسمى بيو الدورة أو الميزينة أي نوعية عندك سوان هد نوعية مثلا ديال 180 جرام أو هد نوعية هدي هي زهرة الدورة غبرة فيها 170 جرام بجوج هم زوينين يعني أي ماركة عندك فهد الجوج فستخدميها رها فعالة مليار في المياه على دمان تغير جربوها إن شاء الله غدي يجيب بها الله تيسير وعندنا لبناس نعود معكم المقادير عدنا الطيل البيض الحليب مجفف الكوركومنشا والخل ديال المائدة الملون أي ليس بخل التفح فهده هم كل المقادير عدنا خمسات المقادير فقط كان بإمكاني أنا نزيدكم مقادير أخرين ولكن ما بغيتش قلت نكتفي لهم غير بمكونات لهم مبساط مكونات لهم مرخاص فقط ما نكترش عليهم كثرة المقادير بتالي غتترجع عليهم لغوستد وتقدروا ما تجربوهاش بتالي أنا بغاكم كاملين تنودوا تحيدوا العقزوا تديروها يعني يخسكم مقادير ولا مكونات بليوتوف المستوى وشي حاجة اللي بسيطة ورخيصة المهم البنات ده بغادي ندوز معكم طريقة التحضير أكيد المكونات حاليا نحنا تعرفنا عليهم طريقة التحضير طريقة التحضير هي كالتالي كمية الكوركم كمية الطيل البيض وكمية الحليب المجفف أو الحليب باودر المساند الرسمي نفط بيض هو الحليب المجفف وشد بشرة الجسم كذلك منسبة الناس اللي عندهم تراهولات من بعد غادي ناخدوا كمية الناشا أو ما يسمى بيدورا أو المايزينة وكتخلطي المقادر كاملين يعني كتخلطي الكوركم كتخلطي الحليب المجفف الطيل البيض كل شيء هذا المقادر وكتضفي لهم الخل دي المائدة الملون المترجم من البيض اشتركوا في القوام نضيف الوصفة واللون الفاقع نضيف الكوركم كوركم نضيف ملتوه فالفاق نضيف ملتوه نضيف الكوركم نضيف الملتوه نضيف ملتوه نضيف ملتوه وليله الحمد فهذاك شلي نبغي منكم البناس حتى انتم ما يتعملون نفس الشي ماشي تعتمدو علي هادك الواجد البودر تجيبوه تجو لا هذاك راما نصحكم شبيه غير موفيد غير موفيد نهائيا فبتالي لي موفيد هو هاد 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 الاغوصيت هادى و هاد تبريما هادى هادى غديرها ان شاء الله لوكو غديالك و هاد يجيب بها الله تي سير غير جربوها على ضمنتي وشكرا لليبنات اللي دائما كيخلي بيدي كومنت اغزويني في حالكم على تشجيعات الدعيوات كذلك وحتى تجاريبكم حتى هم اللي بناس مرحبة بيهم المهم غادي ندوز باش نطبق معكم باش شوفوا ما شاء الله لا اللون ولا القوام دي اللي غوصيت هانتوما البنات شوفوا كتحسبوا واحد البرودة واحد نتي عاش مني كتطبقوها هانتوما البنات فبعد ما كتطبقيها كتخليها حتى تنشف ناس اللي غا يسولوني على الوقت ديال جفاف ديالها فغادي تاخد منكم تقريبا 15 دقيقة حتى العشرين دقيقة انا صراحة كتاخد مني ما بين 15-20 ماكسيمو يعني 18-19 بحال هكذا بعد ما كتنشف عندكم جوش ديال الطرق اما تفركيها يعني كمسلا قولوا تعملي لعملية الفرق يعني بحال تخرجي بها الوسخ يعني تبري ما تخرجليك الوسخ بالنسبة لك لنس اللي ما كيبغوش مثلا يعملوا الكيس ولا الفر المغربية كيبغو مثلا يترولاكسوا بعض المرات شي سيمانا ولا جوج ولا حتى الشهر قاع يعني هذا الصيف كتبغي شوية يعني تخلي لوكوغ ديالك يرتاح من أنا كتحكي بالكيس كتبت تحكي هكذا باليدين ديالك بشي تبري ما بشي خرجلك الوسخ فادي منهم يعني كتخرج الوسخ سيمانا ممكن غي تغسليها ولا تمسحيها أنا ما نسحكمش بأنكم تمسحوها لماذا؟ لأنه أنا مسحتها قبل ولكن اللحظة أنه السفيرار كله كيبقى ليه في ذيك الفوطة يعني كتولي التسبوغات كلهم في ذيك الفوطة ولا ذاك المندي اللي غت مسحي بها بالتالي ما عجبنيش الحال والتي هي كنغسلها الصراحة ما كان مسحش لأنه الوصفة لونها أصفر ومسعب أن ننزولو كما كان نقولو لكركم في الحواج خصوصا شي حاجة بيضة بتالي بشتروا لاكسا ويعني ما يكونش عندكم واحد المسألة ديال لكم تمشي وتاني وتعاودوا تعملوا أعمال شقة أخرى فمن الأحسن غير غسليها وتهني منها من بعد ممكن ترتبي لقوغ ديالك لأنه شوية الخلج كينشف لكو وحتى الوجه كينشفو شوية فبتالي خودي لك واحد يعني واحد الكمية ديال يعني ديال ديال كريم سواء كريم نيفيا العلبة الزرقاء سواء كريم نيفيا العلبة البيضاء يعني كريم نيفيا صوفت كذلك مهم أي ماركة ديال كريمات و لا أي حجم سمدة عليها انتية الطبيعة بها لقوغ ديالك فارط طبي بها سينو عملي شفازلين مهم انتية لوشوك يبقى لك وبسحصكم وراحصكم دبنات مسبقا سبنا هذا الفيديو كان خفيفة على قلوبكم لا تنسونا شمال اللايكات فجروا الفيديو باللايكات اشتركوا في القناة خلوا لنا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات شنو بغي نشوفو في فيديوهات المقبلة والفيديوهات الماشية تحيليكم خاصة وكبيرة بزاف ونطلقها معكم في فيديوهات مقبلة ان شاء الله الى اللقاء اشتركوا في القناة